صراع من أجل البقاء هكذا يعيش الأكراد في إيران الذين يبلغ عددهم أكثر من سبعة ملايين نسمة ويقطنون في أربع محافظات هي كردستان وكرمانشاه وإيلام وأذربيجان الغربية كادوا أن يحققون فيها حلم الدولة في عام 1946 حيث تمكن الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة محمد علي قاسم من إقامة جمهورية مهاباد الكردية في الجزء الشمالي من الإقليم إلا أن النظام الإيراني سرعان ما قضى عليها وقام بإعدام قادتها فبعد الثورة ازدادت الخلافات والمواجهات بين الأكراد والنظام الإيراني حول طبيعة الحكم الذاتي لكردستان إيران ما أدى إلى حدوث صراع سياسي عسكري لقرابة أربعة أعوام من عام 1979 إلى 1983 حيث قام الحرس الثوري بالهجوم على المناطق الكردية وقتل منهم ما تجاوز تمانية آلاف كردي معظمهم من المدنيين واغتال قادة الأحزاب الكردية لما تشكله من ضغط حقيقي على النظام الإيراني التاريخ السياسي الكردي في إيران يعود إلى سنوات طويلة من النضال ومواجهة الأنظمة القمعية والديكتاتورية التي توالت على البلاد وأسوأها النظام الحالي الذي لم يتوانى منذ أيامه الأولى في ضرب الأكراد في مدنهم وقراهم حينما قام الشعب الكردي في إيران بانتفاضة بعد وصول الخميني إلى السلطة حيث طالب الشعب بالحقوق التي وعد بها الخميني قبل ثورته ولكنه خان وعوده بعد الثورة وقد أفتى بكفر الشعب الكردي مما جعل قواته الأمنية والعسكرية والحرس الثوري تهاجم المدن الكردية بضراوة الأكراد يعانون من اضطهاد منظم ومزدوج على يد نظام الإيراني سواء كان اضطهادا أرقيا أو مذهبيا بدأ من حرمانهم من المشاركة في كتابة الدستور ومنعهم من تعلم اللغة الكردية في المدارس كما يشتك الأكراد من التمييز الذي يمارس ضدهم في فرص العمل والقبول في الجامعات وأن من يشغل المناصب العليا في المناطق الكردية هم من غير الأكراد وأن مناطقهم تعتبر من أقل المناطق تنمية وتأهيلا والأعلى من حيث البطالة والفقر أود الإشارة إلى أن الكرد في إيران يعيشون اليوم في وضع إنساني صعب في ظل الممارسات القمعية والتسلط على الحريات وانعدام الخدمات الضرورية وتفشي البطالة والمخدرات بين أوساط الشباب وكل ذلك بتشجيع وتخطيط من النظام لكي يشغل هذا الشعب بمسائل بعيدة عن السياسة ناهيك عن الناشطين السياسيين الذين يقبعون في المعتقلات والسجون وحملات الإعدام التي تكون شبهة يومية في المدن الكردية في إيران أما الذنب الوحيد الذي اقترفه هؤلاء فهو تمسكهم بهويتهم الكردية والإصرار على انتزاع حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الإنسانية من نظام لا يعترف بالآخر ويرفض التنوع فكما ردد الأحواز وأكده البلوش فهاهم الأكراد يطالبون نريد حريتنا نريد كرامتنا